منهم الزميل العزيز تامر أمين الأهلاوي هل متفائل لسوارش نشوف سوارش شكله هجام مجايز هو ده اللي هيخليك ما تشتكيش من لعيبة شكله هجام لا ده الله الله في سماع فيه لعيب حيقدر يقول بم بقولك ده جايب انه مسجل خطر ده انت سعيد بقى من جواك بقى ايوة ده مسجل خطر بص بصيته وما يعني شكله هيخش في قبط اللبس اللي هيهزر بس هيوريله شغله بس لا انا متفائل بيه ومن نوعية المدربين اللي انا بحبهم اللي هو مش 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 اسم رنان قوي 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 في عالم كرة القدم بس عايز يعمل حاجة لنفسه اللي هم بيطلق عليه كده مدرب مشروع المشروع يعني بيبني فرقة بطريقته باسلوبه وفلسفته طيب في حاجة اسمها الكيميا دي برضو مهمة جدا بين المدير الفني والنادي بجماهيره بقدارته بكل حاجة ايه احساسك ايه يعني صعب قوي ان انت تقولي كيميا هتركب ولا لأ بس يعني الاكيد انه الاهلي محتاج كرزبة زي دي وشخصية زي دي انا شفت بعض فيديوهات والليه علاقة بقدارته المباريات وطريقة عابله مع المعبين سواء في التدريب او في غرف خلق الملابس متهيقلي انه الحزم والشدة دي عشان عدم التهاون وعدم التقصير مطلوبين قوي وفكرني شوية بلمحة كده باللمحات منه الجزي زماني يعني في فكرة الشدة والحزم اللي يجب انها تكون مرفوقة باللين والاحترام يعني شدة وحزم على اللاعبين وفي نفس الوقت تحترم اللاعبين وتديهم قدرهم يعني الحزم واللين ويدي اللاعب احترامه وياخد منه اللي هو عايزه منه دي لمحات اي مدرب نتمنى للنادي الاهلي ولكن عايزين نبطت شوية قرن اي حد بمالج جزيه وخصوصا مالج جزيه لان مالج جزيه حالة اتعملت في ظروفها بالضبط بأدواتها ورغم عبقريته ونجاحه النهاردة ما كانش حيلقى الاجماع ما فيش حد كان حيلقى ولا كابتن صالح سيم ولا حد في ظروف السوشيال ميديا واللي جان واللي احنا عاشينه ده منول استمتع بجمهور المدرجات جمهور المدرجات مش المنصات اللي تبادل مع الحب ايو وكان خلي بالك كان موصله البور على طول نقطة مهمة جدا منول جاء من خلفية فشل اه فالخطوة اللي كان بياخدها لقدام كان بتسعد الجماهير طبعا النهاردة اي مدرب بعد منول جزيه جاي على خلفية نجاح اي خطوة ما بتديش له قدام لا تسعد الجماهير وده اللي حصل مع موسيماني ان تزبزب الاداء ولكن النتائج بقت مرضية الناس ما انبسطيتش رغم انه وارد انه يروح منك فاينال في افريقيا وده حصل حتى مع مصر مالو جي سي لكن الناس كتتصق ثقة مطلقة في احكام مالو جي سي لان المناخ وقتها كان بيؤدي الى هذه الثقة احنا عايزين نتعامل بنوع من الهدوء وننتظر وندع الايام تفرز لنا شخصية هذا المدرب ومدى نجاحه ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة الظرف اللي منول نجح فيه وجمهور اللي كان بيبقى مال المدرجات كان بيفوق له اي لعبة كان مع تعصر اي لعب الجمهور هو اللي بيوقفه بسرعة كان بيدي طاقة ايجابية هيلة جدا لللعبة وللمدير الفني نفسه الجيل ده محروم من كده بالعكس لما بيطلع على كل السوشيال ميديا يلاقي شوية معاه ويلاقيه كتير جدا ضده فاللاعب ما بيلاقيش الطاقة الايجابية اللي كان بيلاقيها الجيل السابق ومدربه